السلام عليكم وصفة الطاكوس وصفة سهلة سلسة الجبن وصفة الوصفة وصفة الوصفة وصفة الوصفة فص ثوم مغرفة كبيرة خل مغرفة صغيرة موتارت كوركم كسبر فلفل أحمر فلفل كحل زنجبيل وثث مغرفة صغير زيت فلفل حاردة هو ماء وحار ماء وقال لكم بركة لجل النكهة قطعت مربعات الصغيرة زيت ثم صغير زيت ثاني لي تحب الحرارة تقدر مغرفة صغيرة فضع مكونات وخلطو مع بعض فضع ملح عضو ملح لنجب الملح المهم ان تقطروش شوفوا الهنا بعد ما حمرت هذيك الجيج مليح وتبلته يعني لازم تتبلله تبلله بليح مليح حاطيتوا في الفريجيدار حوالي ساعة ونص و لاكثر قد ما يقعد في الفريجيدار قد ما يشرب لكم هذيك التتبله ويجي مليح بوقع نروحوا بشان طيبوه الهنا في مقلة حاطيت فيها مغارف برق زيت زيت فيها حوالي نصف حبة بصلة تكون كبيرة وزيت معها سنة ثوم خليت هذيك البصلحتين ذبالت في هذيك الزيت مليح مليح من بعده وليت جبت الجيج تاي وزيتوا لها لازم النار تكون قاوية لبنيت باش الجيج مي ينشفش ومي يبسش وبتيت اللعنان نحرك اقعد وغيرت تحركوا هكذا شوية من بعده نخلي وعده كي نشوفوا وشوفوا الجيج اللعنة كيفش يبدأ يطلق في المتاعو الجيج ما تلولوش المكان يتلولو المعرح يولي لكم صامت بس ما نحاولو نطيبوه غير على على النار وبالمتاعو بركز ما بهذه كلاسوس اللي يطلقها هو هذا مكان اللعنة اللعنة نخلطو فيه شوفوا كيفش يطلق لنا هذي كلاسوس وهو يدخل الطيب اللعنة غار نشوفوه هو تدخل الطيب وتلقي هذي كلاسوس أنا اللعنة زيت 30.000 فيونداشي اللعنة تحب بجديد يعني تخلي الجيج بركي نشفلها وتخدم بي عادي ولا تدير كما أنا اللعنة درت قيمة 30.000 شوفوا اللعنة زيت الملح اللعنة وليت أنا ما ملحت شو قبيل اسمه وليت ملحته مع بعض برك قبيل انسيته يعني الصحة وليت اللعنة ملحت الفيونداشي مع الجيج ونقعد هكذا نخلط حتى نتنشف لي ويطيب لي هذيك الفيوند مليح مليح مع الجيج هكذا ونخلي وه وساعة لساعة نحركوه ودايما لبنية النار تكون قاوية باش ما ينشفش الجيج وما يبسش نقعد هكذا نخلط وفوق هذيكنا فوق النار حتى نتنشفلنا حتى نروحوا لسلسطة الجبن هذي السلسطة بزيزة في بنينة واشدرت كيلة كرين فريش قدرت انبطوش قد الفرماج تعشيده انتوما ديروا اي فرماج عندكم المهم يكون يدوب حاطيتها فوق النار وبتيتنخلط حكذا نحتين ذيبتلي شوفوا كيفاش يدوب ولا انا بعد ما ذيبتلي شوفوا الله يبارك القيوان تحك فيش يجي قدتلكم كيلة كرين فريش بكيلة تاع فرماج فرماج شيدار المهم يكون يدوب هنا بعد ما نشفتلي هذيك الشاورمة وهذيك بالولا مشمخة مليح مليح وتجيكم زاكية وما تدلكمش بزاف في العكس تاكي تاخذ مغرب شوية بركة تازع ما تدهنو وتديرو بشوية ما تجيش مشربة مليحية هذي الراستويس تاحا انكم تديرو تخلطو هذيك الشاورمة و الفيونداشي مع كريمة الجبن تاكم وتحشي وخير وخير من بعدا لنا جبت الخبز من بعدا لنا جبت الشاورمة اه ودرت كما لكم تشوفوا دهن شوية بذيك سلطة الجبن اللعنة اللي تحب زيت بطاطا مقلية زيت اللي تحب مزيج الدارج ومبعدا عادي نبدأ ونطبقه وننا ونتمنى خدمه هذي شوفوا اللعنة ولكم ندهن الخبز هذيك شوية بسلطة الجبن من بعدا نجبو الشاورمة هكذا بطاطا ونضيروا شوية بطاطا ونضيروا الحب تديروا شوية سلطة الجبن من فوق ونسكروها وحاولوا تسكرها بسلطة الجبن بايش ما تتحلل كمش يعني بعدا ولا يعني متتحلش متخافوش منها بس حليت حب تسكرها بسلطة الجبن تسكرها ونكملوا كامل الحب تسكرها بسلطة الجبن من فوق ونكملوا كامل الحب تسكرها بسلطة الجبن من فوق هناك مطارين من فوق لتسكر المنطقة بعدا نضيفين كامل حب تسكره بسلطة الجبن من فوق و شنة ما يتحبك نضيفه كيف نحبه نضيفه الى الفرن نضيفه محبه جبت الجبن عالي و ادهنتهم من الفوق و ادخلت من الفورم غير بذيب تحميره نحيطها هنا اضغط لكم اضغط في البانيونيز و اضغط شرائح و اضغط شرائح و اضغط لفوق انا اضغط لفرن اضغط لفرن اضغط لفرن اضغط لفرن اضغط لك اضغط لفرن اتمنى ان تجربوا الوصفة وتعجبك و الحضر دعوتكم في حياتك سلام شكرا